شكرا لكم المشاهدين الكرام إذن دائما تستمر الأجواء الحارة فيما يخصها المناطق الجنوبية وكذلك بالنسبة للولايات الشمالية إن شاء الله خاصة فيما يخص الولايات الداخلية الغربية تحديدا وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى المسجلة فيما يخصها المناطق الجنوبية كان قد أصدر الدوان الوطني للأرصاد الجوبية إذن تنبيه من الدرجة الأولى يخص كل من إنقزام برج باجي مختار تامنراست إن صالح تندوف وأدرار بتسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجات تحت الظل وهذا إلى غاية التاسعة ليلا على الأقل وفي أو نعم كذلك حتى فيما يخص باقي المناطق الجنوبية تحديدا على كل من ولايات إذن إنقزام برج باجي مختار وتامنراست سنسجل إن شاء الله فيها تساقط أمطار رعدية وهذا بداية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا وكمية الأمطار المتوقعة تصل إلى حوالي 15 مليمتر محلية إذن الحيطة والحذر مطلوبة بالنسبة لتوقعات الوضعية الجوبية إن شاء الله خلال ظهيرة اليوم الخميس فالطقس دائما يبقى مشمس إلى قليل السحب فيما يخص السواحل الوطنية سنسجل دائما تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة على المناطق الداخلية للوطن ممكن تكون منفقة بتساقط بعض القاطرات من الأمطار بالنسبة للولايات الجنوبية إذن طقس سيكون مشمس ومستقر باستثناء كما شفنا حسب التنبيه أقصى الجنوب الجزائرية سيكون في تساقط أمطار رعدية إذن لمدية حوالي 38 درجة قصنطينا في حدود 37 درجة إن شاء الله خلال ظهيرة اليوم إذن في ارتفاع في درجات الحرارة القصوى فيما يخص أغلب المناطق الداخلية قلمة 38 درجة مع نسبة رضو بحوالي 30% تم نرى استرحى نسجل في حدود 32 درجة خلال ظهيرة اليوم بإذن الله وبنسبة لإن سالة 48 حتى 49 درجة أكيد دائما تحت الظل أما المحسوسة فتتعدى إن شاء الله 54 درجة إذن تندوف كذلك وإليزي جانت إناميناس تقارب 43 درجة بإذن الله إذن الرطوبة هي الأخرى دائما تبقى مرتفعة فيما يخص أغلب السواحل الوطنية خاصة خلال الفترة الصباحية وكذلك المسائية إذن بالنسبة لكل من مستغانم شلف تنس وهران تلمسان كذلك على الجزائر العاصمة ستقارب إذن الله خلال ليلة اليوم حوالي 70% ويرتقى بأنه خلال صباحة يوم الغد ستكون عالية نوعا ما تصل حتى 80% فيما يخص الولايات الشرقية إذن لن تتعدى الـ 50% وكذلك على الولايات الجنوبية كذلك ستكون نسبة الرطوبة عالية نوعا ما فيما يخص إذن منطقة الواحات وقد تصل حتى الـ 55% توقعات درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال الأيام القليلة المقبلة فتشير النماذج الرقمية للرصد الجوبي على أن الأجواء دائما تبقى حارة رح يكون فيه ارتفاع من جديد في درجات الحرارة القصوى كما نلاحظه الكتلة الهوائية تخص مجمل المناطق الشمالية للوطن فيما يخص السواحل الوطنية خاصة خلاله أو بداية من يوم الغد الجمعة إلى يوم الأحد على الأقل ستقارب درجات الحرارة القصوى فيما يخص السواحل الوطنية حتى الـ 39 درجة تحديدا على كل من وهران عينتيموشنت ومستغانم الجزائر العاصمة في حدود 35 درجة المناطق الداخلية كأعلى مقياس بالنسبة لتيزي وزو كذلك شلف غيليزان سيدي بالعباس قالمة طارف والسوق هراس تصل حتى الـ 44 درجة وكذلك بعين الدفلة والتيارة المناطق الجنوبية دائما في حدود 49 درجة أكيد المسجلة تحت الظل تقريبا بالنسبة لإنصالح برج باجي مختار إنقزام أدرار كذلك المنيعة والجلال حتى على توكورت والوادي إذن حالة البحر لنهار اليوم الخميس سيكون بحول الله قليل الاضطراب على غلب السواحل الوطنية الرياح لن تتعدى سرعتها إن شاء الله حوالي 15 إلى 30 كم في الساعة للسواحل الغربية وكذلك الشرقية بينما الرياح ستكون قوية نوعا ما خاصة أواخرة ظهيرة على السواحل الوسطى تصل حتى الـ 50 كم في الساعة حرارة مياه البحر ستصل أو تترى وحما بين 23 حتى 24 درجة والرؤية متوسطة أما علو الأمواج ما بين أقل من المتر إلى المتر على كافة السواحل الغربية الوسطى وكذلك الشرقية إذن مشاهدين الكرام بالنسبة للمناطق الجنوبية درجات حرارة مرتفعة مع تساقط أمطار رعدية وبالنسبة للمناطق الشمالية أيضا بداية من يوم الغد الجمعة ستسجلوا ارتفاع من جديد في درجات الحرارة القصوى أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك إحلام شكرا لك هنا أخوة طريقة على كل هذه التفاصيل